موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان سلام ونعمة المسيح مع جميعكم في هذه الحلقة سنتكلم عن ما هو موقف الكنيسة ما بعد الكورونا بعد هذا الوباء الخطير جدا لكن حقيقة توجد أوبئة روحية أشرص من الأوبئة المنتشرة في هذه الأيام ولا سيما وباء الكورونا أكيد بتوافق معي كتير أمور اتغيرت بعد الكورونا إما للأفضل أو للأردع طبعا الكورونا غيرت كتير في المجتمعات في أسلوب تفكيرنا في الدوافعنا في حياتنا في مواقفنا في قراراتنا في اختياراتنا وطبعا الكورونا سببت ألام ألام كتير ألام نفسية ألام جسدية ألام اجتماعية من التباعد الاجتماعي طبعا في كتير من الدول بعدها بتصارع في العلاجات والفاكسين أو التطعيم اللي المفروض يعني يمارسوه أو يعملوه لكن في معظم المجتمعات ولسيما مثلا أمريكا كندا أستراليا أوروبا دول كتير من الشرق الأوسط دول آسيوية كلها يعني عم تتغلب شوي شوي على هذا الوباء الخطير بغض النظر شو نظريتك أو شو تفكيرك في موضوع التطعيم هذا ليس حديثنا لكن كلنا متفقون أن هذا الوباء فعلا سبب أمراض غير مش بس الأمراض الجسدية وحقيقة فقدنا كتير من أحبائنا كتير خدام انتقلوا وسافروا عند الرب كتير من أحبائنا في كل مكان اللي ماتوا بسبب الكورونا وطبعا اللي بشاهدنا بغض النظر شو خلفيتك إحنا منصلي أنه ربنا يعزيكم ربنا يبارككم وربنا يعود يعود أضعاف عن كل الخسرات في الماضي طبعا ما في شيء بعود عن النفس الإنسانية بتظل أي شخص سواء كبير أو صغير غالي جدا على قلوب أفراد العيلة رغم أنه العلاج عم بتم في كل مكان ومنحاول أن ترجع الأمور إلى مجاريها إلى طبيعتها لكن ما زال العديد من الناس بصارعوا في موضوع الخوف بتشوف العلامات المصاحبة للخوف مثل الحيرة مثل الارتباك مثل الشكوك هل هو فعلا صنع بشري وليه فقدنا كل هالملايين وخسرات اقتصادية بما لا يقاس وتركت نوع من الأثار الصعبة أنه بطلت الناس تثق في أي شيء صار كل شيء بالنسبة للناس مجهول وغير مصدق وهذا كله بسبب هذه الجرثومة فابقوا معي أحبائي رح نواصل حديثنا عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر أهلا أخوتي وأخواتي المشاهدين قبل ما أبتدي بالحديث دعنا أقرأ بعض الآيات وهي عبارة عن صلاة للرسول بولوس لكنيسة أفسوس الإصحاح الأول يتكلم في وحي بالروح القدس لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد مراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي لاحظ عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السمويات بيتكلم عن يسوع فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل صلاة عظيمة صلاة رائعة لكن اللي عاوز أركز في أحبائي مكتوب عن يسوع فوق كل رياسة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا عاوز بالأول أشجع كل شخص وأقول أنه ما تخافش الكلمة الأخيرة للرب هو اللي بسود على كل شيء لا صغيرة ولا كبيرة بتفوت عينين الرب فإذن الخوف والانزعاج والارتباك والقلق والحيرة اللي هي علامات الأيام الأخيرة يعني عم تنتشر في كل مكان وعم نشوف نتائجها في هذه الأيام فالسؤال ما هي العلامات المصاحبة للخوف ولهذه الأحداث اللي منشوفها شو التأثيرات اللي عم منشوفها حتى اللي بتأثر على كنيسة المسيح واسمحوا لي أن أسرد بعض النقاط السريعة أولا أحبائي منشوف بشكل عام في برودة في المحبة لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين وهاي من خصائص ومواصفات ومميزات العلامات الأخيرة بتشوف أنه في برودة في المحبة غير محبين متصلفين متكبرين شرسين غير طائعين لوالدين بتشوف فعلا عصر مليان في التمرد والعصيان وبتشوف أنه المحبة قلت والمحبة خفت والمحبة باردة جدا وهذا الوباء الخطير يعني في وباء أخطر لما المحبة فعلا بتبرد في حياة الكثيرين بيصير عندهم الإهمال واللا مبالاة واللا مبالاة هي واحدة من أخطر المشاكل اللي بتأثر على كل مجتمعاتنا الإهمال إذا كان في إهمال فإذا ولا مبالاة كل المجتمع بيخرب فمنشوف بشكل عام في برودة في المحبة برودة في العلاقات برودة في الأسر الزوجية بالعلاقات الزوجية برودة بين الأولاد والآباء والأمهات برودة حتى في علاقاتنا بعضنا مع بعض ودايما منذكر بعضنا بتتذكر من زمان لما ما كان عندنا هذا التعص ولما كانت المحبة وكل الدنيا ماشي وكل الأمور عم بتصير بشكل حلو شو اللي صار هاي واحدة من الضربات فعلا اللي منشوفها في آخر الأيام إنه البرودة المحبة بردت في هذه الأيام ثم بالنسبة للكنيسة منشوف فطور بالكرازة وعندما أقول فطور بالكرازة أقصد إنه معدتش الأولوية الأولى في حياة الكنيسة فإذن الكنيسة المفروض إنه تنشغل في ربح النفوس تنشغل بالكرازة حتى نربح وننقذ هذا العالم من خطر محدق ولسيما المصير الأبدي الأوبئة إحنا على مرة العصور الأزمان كان فيه أوبئة وفعلا لما الكنيسة بتتوب الله بيبارك المجتمع وبشيل هذه الضربة ولكن أحبائي في شيء ملحوظ حتى بتشوفوا على الصفحات التواصل الاجتماعي بتشوفوا على الفيسبوك على اليوتيوب على بكل محل ممكن تتكلم في كل الموضوعات ولكن أهم موضوع بما يتعلق في هوية يسوع والغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح والهدف اللي إحنا منعيش له وبنحياله عم بخفة بتشوف كل الموضوعات النفسية والسيكولوجية وكل الموضوعات اللي فيها الترميم وترقيع وإصلاح والآخر لكن مش الخلقة الجديدة مش التجدد مش التغيير الجذري وهذا بتم عن طريق الكرازي فلما بتفتر الكرازي بتكتر النشاطات الاجتماعية والروحية والدينية والمؤتمرات والكلام يعني بينتشر في كل مكان وكل واحد عاوز يفرد عضلاته وبالحقيقة عم نهمل أهم وأكبر حقيقة موضوع الكرازي اللي هي بتدعو الناس للتوبة والإيمان بالرب يسوع المسيح على أساس ما فعله يسوع لأنه نحن نؤمن أنه الكتاب المقدس هو كلمة الله فالنبوات اللي تمت هي حقيقة وأنه حقيقة أنه يسوع المسيح جاء في الجسد في ملء الزمان حقيقة أنه ولد من عذراء أنه عاش حياة أخلاقية عالية جدا مستوى استحال أنه أي بشر أي نبي أنه يعيش هذه الحياة الأدبية الأخلاقية بكلمات أخرى كما يصف الكتاب القدوس البار بلا خطية لم يفعل خطية هذا الشخص اللي بنتكلم عنه مش بس صنع أعظم المعجزات وصنع الخير كمان وصنع قوات عظيمة جدا هذه الشخصية اللي علمت أجمل التعليم المغيرة والمؤثرة لكن لب الموضوع في الكرازة في الإنجيل هو الفداء موت يسوع على الصليب وقيامته من بين الأموات وأن المسيح حي إلى هذه اللحظة فعندما نهمل في موضوع الكرازة فتشوف كل الناس عاوزة تتكلم يعني كل الناس المقصود الأغلبية لأنه في ناس أمناء في كل مكان اللي بيتكلموا عن يسوع بيكرزوا عن يسوع بكل جرأة وبكل مجاهرة والرب يباركهم فإذن منشوف فطور في الكرازة شئ ثالث إهمال في الذهاب إلى الكنيسة فصار القول السائد طب ما خلص الوباء هو مش خلص بالكامل بس ابتدأوا نسبيا أن الناس ترجع للأمور الطبيعية الناس تطلع لبرة الرياضة المطاعم المدارس إلى آخره أيضا الكنيس فاليوم أنت بدك بلدوزر عشان تنقل شخص أن يروح على الكنيسة فالجواب بشكل عام طب ما أنا بحضر الاجتماعات على الزوم وعلى الفيسبوك ومننسى أنه إحنا الكنيسة العبادي أنك أنت مش بس أنك تأخذ أنت بتعطي أنت بتروح على الكنيسة لأن الكنيسة غطى لا إيلا غطى روحي لأن الكنيسة هي اللي بتباركك وإنت بتعبد الله أنت بتقدم عبادي سواء في تسبيح في ترنيم في الكلمة في عطائك في العشاء الرباني كسر الخبز كل هذه الممارسات في داخل الكنيسة فكتير ناس عم تهمل وهي كمان يعني صفة أو علامة من علامات الارتداد في آخر الأيام والكاتب إلى العبرانيين شجع وحرد بالمحبة يعني للتحريد بالمحبة والأعمال الحسنة كما يقول في عبرانيين عشرة من آية 24 ثم يواصل قائلا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم أعادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب يعني كلما اقترب مجيء الرب المفروض أنه اجتماعاتنا تكبر والكنيس تتفتح وأنه ندخل اجتماعات ونكون بركة طيب أنت لما بدك تتعمد وين بتتعمد لما بدك تتجوز وين بتتجوز لما بدك تتجنز وين بتتجنز لما بدك بركة ما هي الكنيسة المكان اللي بتصلي على المرضى عشان تشفى من المرضى وهذا كتابي والكنيسة هي اللي بتحميك وبتصلي لبيتك وبتكرس أولادك وكل هاي الأمور فإذا التلفزيون أو التواصل الاجتماعي مش بديل خد هاي ذي قاعد وإحنا أقدم برنامج في العالم ومن اليوم الأول يعني إحنا أول خدمة ميديا في العالم العربي أقصد مسيحية يعني إلنا أكتر من 38 سنة في هذه الخدمة إحنا أسسنا الميديا ولكن من اللحظة الأولى دايما أقول أنه غرض الله مش في التواصل الاجتماعي ولا في التيفي ولا في أي وسائل أخرى كل هذه ذراع للكنيسة غرض الله هو في الكنيسة المحلية قال يسوع أبني كنيستي فإذا كل هذه الخدمات اللي أنت بتسمعها حاليا وتشوفها هي مش بديل طبعا في حالات استثنائية في ناس مرضى في ناس ما بيقدروا يروحوا أو يتحركوا الأخيرة أو في ظروف أنك بتحضر كل الغرض أنه ناس ترجع للرب يسوع المسيح لكن أحبائي منشوف إهمال فظيع يعني حتى بتكلم مع بعض الخدام بيحكوا لي أنه ناس اللي بيجوا على الكنيسة هم ناس جدد حتى مش الناس اللي كنا منعرفها أنه تيجي على الكنيسة وكأنه يعني في فترة زمنية راحت إسه في وضع تاني بيختلف عن الوضع الأول يعني تشوف عشان عشان يكون صادق من ناحية بتشوف يعني في حركة غير مشهود إلها على التواصل الاجتماعي والفيسبوك واليوتوب وكل الوسائل الأخرى من عشرات الآلاف البرامج المسيحية وهذا على فكرة مش خطأ أنا بشجعه وإحنا بنحتاج مش عشرات الآلاف من حقيقة بنحتاج إلى ملايين من البرامج المسيحية لأنها وسيلة عظيمة جدا أنك توصل بالرسالة بدون ما حد يقتلك أو يهددك مع أنه بيصلني صدقني آلاف التهديدات لكن هذا مش يعني مش هو الموضوع اللي عاوز أقوله أحبائي هاي البرامج كله محتاجين ملايين ولكن أحبائي في الشيء مهم جدا أنه الكنايس هي الشيء المهم اللي بتخلي الرسالة تبث الرسالة يعني في كتير منهم الكنايس ببث الرسالة ما توقفوا الاجتماعات توقفت كان في منع أنه اجتماعات في عدد قليل إلى قريب بس أغلب الكنايس أغلب الكنايس فعلا كانت بتبث الرسائل على الزوم على التواصل الاجتماعي استخدموا كل الوسائل التقنية الموجودة بين إدينا حتى يوصلوا الرسالة للعالم وهذا شيء جميل جدا ولكن اللي أنا عاوز أتكلم فيه أحبائي لكن المشكلة كتير من البرامج كلام طيب كيف بدك تعرف أنه الكلام هل فيه مصداقية لكلامك هل فيه مصداقية أنت لمن تابع وللأسف يعني في الأوساط الإنجلية صارت يعني زي بيع الخضرة كل واحد كل مجموعة صغيرة عاوز تأسس مجموعة أو كنيسة أنا بقولها بكل محبة وكتير ناس أوكي مش مش ناجحة في الكنايس فبتروح بتستخدم الزوم بتستخدم الفيسبوك بتستخدم وسائل تانية بدون مصداقية شيء تاني عين المحاسبة مين اللي بحاسب إذا أنت عضو في كنيسة في محاسبة طبعا لكن إذا أنت مش عضو بتتنقل من مكان إلى مكان ما في محاسبة وإذا التعليم يمكن فيه رياح تعليم أو ضلال طب مين اللي بدي حاسبك على هذا الموضوع كتير كلام عم نسمعه ما فيه مرجعية وزادت الطهين بله في موضوع الكورونا الكل بيفرد وبيستعرض عضلاته مثل ما قلت مش غلط بس لازم يكون فيه مرجعية أين المرجعية لكلام ثم أين الأمانة في الكلام أنا لازم أكون أمين في كلامي أين الاستقامة حياة الاستقامة نكون قلبا وقالبا شكلا ومضمونا يعني الكلام اللي بيطلع ما تحكي ليش كلام شوف الأعمال وراء الكلام إذا كان الصيط رديع وانت سمعه مش حلوة لمجد الرب كلامك بيتحول لسم اسمع شيء مهم جدا قال يسوع إن فسد الملح فبماذا يملح هو طبعا الملح كيف ممكن يفسد ما بيفسدش الملح على طول أنت أصلا بتستخدم ملح عشان يتملح عشان يكون في بقاء وديمومة لكن في مرات لما بتروع على المصانع بتلاقي يداس وبيختلط والأخرة إذا ما كانش صافي فبماذا يملح ثم قال يسوع أيضا إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله نير فإذا الملح اللي المفروض يكون بركة ومذاق جميل للمجتمع والنور كما هو مكتوب حلو للعينين ما في حياة بدون النور فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس هاي بتتكلم عن يسوع على ذكرة لأنه ما فينا نعيش بدون النور وما فينا نعيش بدون حياة فإذن نور الحياة هو يسوع المسيح ولكن أحبائي إن كان النور فيك ظلام مع إنه يعني علميا شو هو الظلام يعني أصلا ما فيش الظلام هو بكل بساطة غياب النور خلي ظلمة يعني غرفة مظلمة بحال ما تشعل النور بتضوي الغرفة فإذن إذا الكنيسة صار فيها غياب في هذا المجتمع الناس المتقلمة على فكرة لو بقول الناس المتقلمة يعني أنا مرات فيه ناس بتصلوا بقولوا طب روح تكلم مع الكاهن تكلم مع راعي الكنيسة تكلم مع الأسيس مع القسيس بقول لك أنا عارف ما فيش حد بيهتم وطبعا في كتير ناس بتهتم وفي ناس بتبالغ من ناحية تانية بس عاوز أقول الناس متألم الناس مجروحة الناس مضروبة على فكرة الناس عم تتخبط مش عارفة تاخد قرار وزادت طين بلي بعد الكورونا مش عارفين الناس بحيرة مرتبكة مش عارفين شو اللي رايح يصير فكتير ناس بتتكلم ولكن ما فيش مصدقية أو مرجعية أو محاسبة على كلامها شيء آخر للأسف وصل للبعض أنه بهاجم إخوته أخواته المؤمنين على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي يعني وصلت حد الوقاحة خلينا أقولها أنه بهاجم إخوته وأخواته في الإيمان عبر طبعا في حالات استثنائية لأنه في ناس تبعث لهو وفلان وفلان في حالات استثنائية احنا بنعرف بس خلي الله اللي يدخل في المجرى والطريقة الكنسية الصحيحة اللي تأخذ مجراها مش العدالة تتاخذ بدين بدين الناس مشان هيك الرب منع الانتقام مثلا في العهد القديم عقاب الموت مثلا أو القاتل الموت على أساس أنه ما يكونش في فلة حكم زي عنا في الشرق الأوسط واحد يقتل بينتقمه من كل العيلة فوضعت القوانين عشان السلطة الحكومة اللي موجودة أنه تعاقب الشخص اللي ارتكب هذه الجريمة بنفس حجم الجريمة بس هاي القوانين وضعت لخير الإنسان وضعت حتى تساعد الإنسانية مش تقضي على الإنسانية لأنه لو كل واحد عاوز يعمل شخص كل العالم صار عميان وإذا كل واحد عاوز يقطع يد كل العالم رح يصير بلا إيدين أو بلا رجلين إلى آخره فالعاوز أقوله أنه كتير مرات أحبائي من هاجم وهذا أخطر شيء الشيطان وصله أنه يضربنا بعضنا في بعض شيء آخر أحبائي عاوز أتكلم لخدام وخدمات طبعا اللي بيتكلموا بليز بمحبة الرب انتبه لكلامك كل كلمة عليها محاسبة ومتل ما ذكرت أنه لازم يكون في محاسبة مش أنت تطلع تكون المرجع وتحكي في مواضيع وتترك بلبلة أنا عارف أنا بخدم وبشتغل في الميديا وأنا فاهم فن التواصل ومنعلم فن التواصل طبعا في هذه الأيام على أساس أنه ما تكونش عثرة تكون وسيلة أنك تعكس يسوع المسيح في حياتك بس للأسف إحنا مضغوط علينا من المجتمع في ناس بتستخدم المفرقعات مثلا فيه كنائس مسحية كثيرة فيه اختلافات بس إحنا 95% متفقين على الجوهر ففي ناس بتمسك موضوعات وبتشط فيه لأنه بيجيب المفرقعات هاي بسموها مفرقعات إصطلاح مفرقعات الميديا فلازم يجيب يعني ناس تدخل وتعمل لايك وتعمل مشاهدات تكلم على موضوع بخص أبديتك وبخص الصليب والقيامة بتلاقي يا شتايم يا بتلاقي ناس عندهاش هذا الاتاب مش عارش تحول اهتمام الناس في المفرقعات يعني الأشياء اللي هي يعني مثلا أنا كنت في اجتماع كنت في مصر وبعد الاجتماع واحد سألني من الشباب سألني سؤال اللي أنت بتصدق أنه يعني بتصدق قصة الطفان قلت له طبعا بصدق وقالت بتصدق قصة يونان قلت له طبعا بصدق أنا بصدق كل كلمة في الكتاب المقدس أنا بآمن أنه الله اللي خلق الإنسان وأنا أؤمن أنه آدم هو الإنسان الأول كما يقول الكتاب المقدس بكل وضوح وأنا أؤمن بالطفان العالمي وأنا أؤمن أنه فعلا في شخصية اسمها نوح وفي شخصية اسمها يونان وابتلع والحوت وكل هاي الأمور أنا بصدق كلمة الله بعدين قلت له عاوز أسألك سؤال ممكن أسألك قال تفضل قلت له هل يمكنك أن تشرح لي فكرة التبرير بالإيمان وما هو البر المحسوب والبر المنسوب اللي ما عرفش قلت له طيب إحنا أهم عقيدة في المسيحية اسمها عقيدة التبني الخلاص يعني أصبحنا أولاد للرب بدأت أسأله على أشياء أساسية بيسموها الإيمانيات الأساسية من التبرير الولادة الثانية التقليص التمجيد البر كلها الأسئلة ما عندوش فكرة فسألته طيب طيب ش معنى أنت بتحضر بالكنيسة واللي همك نوح ولا يونان بدون ما تدرس أنت أصلا لما بتتعرف على يسوع وبتتقرب إلى يسوع كل شيء بصير واضح في حياتك فاليوم أحب المشكلة بيستخدموا الموضوعات اللي يعني عليها جدل معين فبحطوها زي مفرقعات ميديا على أساس المشاهدة بعدين شغلة تانية اليوم يعني كتير من الخدام بخدموا مش على أساس أنه أنا بنام بالليل قلبي وكلني يعني كيف أنام ويمكن واحد يموت ويروح على جهنم وكيف أصحى من النوم أنا ما عنديش الفكرة أنه لازم أربح نفس اليوم من أجل يسوع المسيح لكن اللي صار أنه أنا بعمل يعني مثلا فيسبوك أو لأي شيء آها عشان اللايكس والمشاهدات الأكتر وللأسف في كتير مؤسسات بتعتمد على الدعم وصار همنا المشاهدات خلينا نرجع للأساس نرجع للكتاب المقدس الكتاب المقدس هو كلمة الله لا يوجد مخلص إلا يسوع المسيح يسوع هو الطريق الوحيد إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية لا توجد وسيلة أخرى للخلاص إلا بالإيمان عن طريق الرب يسوع المسيح هاي فكرة الأديان كله حلو كله جميل لأنه كلنا إحنا أخوة بالإنسانية ومنحب بعضنا البعض بس بالحقيقة في كتير إشكالات اللي محتاجين نتكلم عنها بوضوح فإذا كل إشي بالكتاب يسوع هو رب فأنا مش هتنازل عن هذا الموضوع على أساس أسايرك ولا أنت بتقبل وانت عارف أنه الاختلافات اللي بنات لكن للأسف في ناس برضو بتساير في هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وحلقتنا اليوم ماذا يعني شو دور شو موقف الكنيسة بعد الكورونا وقبل هذا الفاصل أكدت بليز من فضلكو أي شخص بيعطي التعليم بالذات على الميديا كل كلمة عليها محاسبة ومن فضلك انتبه يعني حضر موضوعك قبل ما تتكلم في الموضوع مش أهمية المفرقعات جبتلك مشاهدات لكن انت رح تتحاسب على كل كلمة وانا كمان الرب يعني يحميني من اي كلام بيطلع بدون اي محاسبة لانه انا كمان لازم اكون امين في كلامي وما في حد فينا كامل في رسالة يعقوب صحاح ثلاثة بيتكلم عن موضوع اللسان ومخاطر اللسان انه كيف لازم تضبط اللسان فبيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا نأخذ دينون اعظم لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد ايضا فبيتكلم عن اللسان وبلاوة اللسان شو ممكن بعدها يعمل يعني ببساطة ما نكونش معلمين كثيرين على اساس انه برضو لقلا نعثر ولقلا يكون في دينونا فانا يعني بتكلم هذا الشيء بكل محبة لانه بدنا نرجع اسا بعد الكورونا نبتدي بداية قوية حلوة العالم بتوجع العالم بتقلم وعلى فكرة بتخبط ما عندهش الأجوبة واحنا عارفين انه الجواب هو في الكتاب المقدس وعارفين انه الجواب هو من خلال شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد فاذا انا حبا ايه طب شو اللي ممكن نتعلم من هذا الوباء اللي حدث بتعلم انا بالنسبة الي انه الله هو وحده الو السيادة والسلطان والكلمة الاخيرة يحدث ما يحدث انا بالنسبة الي عيني على الرب بكورونا وغير كورونا بننضلنا نمجد الرب عيني على الرب وعندي قناعة ان الله هو سيد الاحداث والمواقف وانه الكلمة الاخيرة لقاله هو الو السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس شيء تاني بتخلينا افكر وليس عجبا احبائي احنا مش بنتكلم على دبابات ولا اسلحة نووية او هيدروجينية ولا بنتكلم على طيران او غوصات ولا مما يعني صواريخ الى اخره احنا متكلم على فيروس وعشان تشوف الفيروس انا انا ما فهمش بالعلم يعني لازم تكبره بحجم كبير حتى تشوف هذا الفيروس وليس عجبا احباء هذا الفيروس الصغير جعل العالم كله في الارتباك وفي الخسرات في الارواح وفي الاقتصاد ايضا ولو لهالدرجة الانسان هيك صار ارخيص يعني معقول احبائي فيروس صغير يعمل عماله يعني في الموضوع مع بعرف يعني صارت حوالي اربع ملايين تقريبا والعداد عم بتزيد اللي مات وغير الاقتصاد في التريليونز في التريليونات يعني ارقام صعب حتى نحسبها ولا نعدها معقول طب احنا مش بتتكلم يعني على الضرب من الجو ومن الارض ومن البحر احنا نتكلم على شيء غير مرئي اللي اللي فعلا ارعب كل العالم يا على عظمة الانسان يعني عندي صديق بعرفش كان بيتمرن بنتمرن مع بعض شخص يعني طويل عريض عضلات مفتول العضلات وقوي جدا بعرفش جاءت الجرثومة الحاكي من اكم سنة بسموا جرثومة 24 ساعة انا ما بهم شو هي الجرثومة بس 24 ساعة فعلا مات هذا اللي كان ولو يعني فإذا انه كل انسان معرض يعني والدنيا بطل فيها امان بصراحة كل الامان انه عينك على الرب وانك تفكر في ابديتك هاي الحياة ما هي شايفها شو بتسوى ان واحد بيكون بعز شباب وبون راح بسبب جرثومة مش شايفينها شيء آخر احباء وانا عاوز بطل فيه عظيم او حقير بطل فيه ملك او من عامة المجتمع بطل فيه رجل او امرأة بطل فيه دين يعني بطل فيه مسلم مسيحي بوذي يهودي لانه هاي الجرثومة مش متدينة هاي الجرثومة بتلمس كل الناس مشان هيك احنا لازم نصلي انه رب يقدع لهذا الوباء لكل العالم حتى العالم كله يتبارك مسلم مسيحي بوذي هندوسي كل الناس تطلع من هالورطة هاي اللي احنا موجودين فيها ففعلا لما نطلع على بعض سواء كنا متدينين ولا روحيين ولا مسلم ولا مسيحي لما نتقابل ونطلع على وجوه بعض يمكن نصير نضحك لانه فعلا انه ما عادتش تفرق لا بينه ولا بينه لا تقول لي انت متدين اكتر ولا انا متدين اقل فاذا يتساوى الجميع امام هذا الوباء وهون في درس احبائي بدل ما تضوع وقتك انك تسب وانك تشتم وانك تلعن وصدقون الفيسبوك مليان لعنات وشتايم وكل انواع الكلام في القموس العربي موجودة اللي بيحكوها ضد ونجس وكافر يعني صعب اوصف لك لما نتقابل واجه نقل واجه ونشوف انه فعلا شو هو الانسان من هو الانسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده حياتكم ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل لما نتقابل احنا الاصدقاء مسلمين ومسيحيين ومنحب بعض عارف اكيد رح نضحك لانه في النتيجة هالجرثومة رح تيجي علي وتيجي عليك بس الرب يحميك والرب يحميني ويحمي بلادنا ويحمي حكوماتنا وشعوبنا وكل هذه الامور تكون محمية بنعمة رب وفعلا احنا منبارك كل الشعوب وكل الديانات وكل الحكام والسلطات واللي بحبنا واللي بحبنا احنا نقول ربنا يبارككم بس ها حقيقة انه امام هذا الوباء يتساوى الجميع ما في اي انسان بيطلع على اي انسان وبتعرف كل اموالك لو انت بتمتلك يعني الاف المليارات لما بتيجي هالجرثومة هاي الفيروس هذا الصغير اللي مش شايفينه بالعين شو عادي ينفع كل الملايين ولو انت كنت متدين او غير متدين ولا سمح الله الرب يحميك اوكي صابك هذا الفيروس شو تعمل وين بشان هيك استعد للقاء الهك كون مستعد وضع الابدية في قلبهم الانسان زكي لازم يفكر لازم يفكر بعقل انت في يوم من الايام رح تواجه الرب اوعك تقول انك ما سمعت الرسالة هيا من قولك انت مطالب انك تعرف مش تهاجم بجهل من غير ادراك اعرف ادرس اقرأ حتى فعلا تكون بلا بلا عذر شيء اخر احبائي انه هذا الوباء لازم يعلمنا انه كيف نتعايش بمحبة بسلام بتسامح بتسامح بغفران نكرم احدنا الاخر اه في اختلافات اوعك تقول لي ما فيش لا لا في اختلافات كبيرة واختلافات مصرية يعني ممكن تقدي يا تروح السام يا تروح جهنم بس هذا فعلا انت عليك تحكي وانا علي احكي لكن بمحبة هي متشايف هالوباء عم بحصد فما فيش داعي انك تشتم وتسب وتكفر وتكل الاشياء لانه فعلا يعني خلينا نتعلم نتعايش ونحب بعض وتكون عنا رسالة سلام احدنا للاخر خلينا اخد مكالمة المكالمة الاولى رح اخدها من نهال من بريطانيا اهلا وسهلا اخت نهال انت معانا على الهوى اهلا وسهلا بحضرتك انا سلام ونعم حضر الاسيس نزار عيد حي حضرتك على اختيار موضوع النهار ده وعايت بس اعلى قبل مدخل على الموضوع انه حجة المفرقات بتاعة الميديا اللي حضرتك بتقولها دي اي حد بيكتب على اختلافات طائفية سوري انا ما بعتبرهاش اي حاجة غير ان احنا بننشر غسلنا اللي مش نضيف قدام كل الناس زي ما حضرتك قلت احنا متفقين في الاساسيات في اكتر من 90-95% فما فيش داعي ابدا بناي شد وبطلب بكل قلبي كل واحد بيكتب على الفيسبوك من فضلك خلي بالك من حتى دي لانك هتعطي عنها حساب نفسي اتكلم عن دور الكنيسة والتوازن المطلوب لحضرت الاساسيس انه عدم الانخراج في العالم وفي نفس الوقت عدم الانعزالية لان الرب يسوع شاور على ولاده وهي دي كنسته وقال اذهبه واترزه بالانجيل للخليقة كلها متذكرين انكم ملح الارض والحقيقة علشان اعرف ان الملح شغال وبيقوم بدوره ولا لازم احطه في الطعام وعلى هذا الاساس بدني فكري ان الكنيسة لازم تكون متوجبة في وسط العالم لان لو انعزلنا اكيد هنفقد دورنا ككنيسة ولكن للأسف لان الحاصل من بعض وانا بقول بعض عشان ما حد شيد علميني بعض الكنيس انعزلت تماما واصبحت دورها سلبيا بحجة ان الكنيسة يجب ان تتفرغ للكرازة بالانجيل طب السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي العالم هو اكتشف ان الكنيسة هي الملح وهي النور للارض بالانعزلية وعدم التعامل معاه فانا رأيي الخاص المتواضع ان الكنيسة يجب ان تخرج برا الاسوار وبر الكمفورت زون منطقة الراحة بتاعتها وتخرج للعطشانين والجعانين والاراضيهم مشققة وتوضح لهم سورة المسيح الحقيقي اولا بالسلوك وثانيا بكرازتهم مباشرة انه فيه خلاص اه والخلاص ده بيسوع المسيح وحده وليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ان داعي ان نخلص واسمعت زمان احد الخدام المباراتين المستخدمين في كرم الرب كان بيقول ان الكنيسة لا يجب ان تكون بمثابة مدحف لكن بمثابة مستشفى وحضانة نيرسلي يأتي اليها المرضى عشان يشفو والاطفال عشان ينمو في الايمان واخر حاجة انا مش بلوم على الكنيسة لان الكنيسة افراد ولكن انا بلوم على نفسي اولا لان انا من افراد الكنيسة لو الكنيسة كانت قيمة بدورها الصحيح ما كناش هنعاني يا حضرة الاسيس ان الانجيل والدين المسيحي يتشال من كنيسنا ومن مدرسنا ونسكت ما كناش نعاني انه فيه زواج للمثليين اللي هم وتتشوال ونسكت ما كناش نعاني ان البيوت الخربانة لكل سبب الى اخره فانا اصلي من كل قلبي ان الرب ينسل استنارة خاصة لكل اذن حقيقي اليوم ويقوم بانتفادك جندي صالح ليسوع المسيح من خلال منظر حضرتك وبرامج اخرى جميلة تعمل استنارة لكل واحد والرب يباركك ربنا يباركك شكرا كتير كتير اخت نهال ربنا يباركك على هذه المداخلة خليني اخد مكلمة من الاخ زكريا من المغرب اهلا وسهلا اخ زكريا سلام ونعمة اخي سنزاف سلام ونعمة معاك اخ زكريا تفضل اشكرك على برنامز اللي كان نور ولم يعد هناك ضلام للباشري وزال ضلام اسلام دين خرافة دين خرافة حسان البراق على المغرب وعلى كل شمال افريقيا والدول العربية والله ينور قلوب شباب المغرب وشمال افريقيا والعارض من ان تنور قلوبهم وينور حياتهم برسالة رب يسوع الناس أما بخصص الموضوع حلقة موقف كنيسة بعد كورونا فنرى الآن أن بعد كورونا أصبحت هناك المحبة أصبحت بدون القبلة يعني المحبة أصبحت باردة يعني ولما تبرد المحبة ويصير هناك إهمال لمبالاة لمبالاة للمرضى والعلاقات الاجتماعية لمبالاة الفقراء وبرودة بين الأبناء والآباء ومنع القبلة والتقبيل التي تعبع عن المحبة والسلام فصار السلام عن بول يعني بسبب كورونا وكل من يتكلم عن كورونا الآن باليوتيب والفيسبوك بأنها ليست عبارة عن خرافة كخرافة حصان البورق هناك خرافة فيروس كورونا يعني يتعرض للشجن يعني هنا في شمال إفريقي والمغرب إذا تحدثت شخص ما عن كورونا ويشجع الناس عن العسيان المدني والعسيان يعني موقفهم من كورونا العسيان ويعني الكورونا جاءت كوابا يعني كسرت تلك العلاقة الاجتماعية وأصبح هناك تباعد اجتماعي وتباعد جسدي يعني تباعد في المحبة يعني المبالات والقبلة ومنع القبلة يعني القبلة هي التي تتعبر عن الحب والمحبة والعطفة للفاقير والمحبة بين الأصدقاء والأهباء وبالأباء وأبناء المفصارة القبلة والسلام يعني عن بعد يعني وصرت هناك الكمامة الكمامة هي التي أصرحت تلك المحبة والعلاقة الحميمية حتى بين الأحباء والمحبين يعني وحتى في الفيسبوك يعني عندما إنسان يتكلم عن عن كورونا بينو يشلن أما عندما يريد أن يعبر الحب يعبر عن طريق الفيسبوك يعني يرسل قبولات ويرسل تلك يعني أصبح الإنسان شاجين بسبب كورونا يعني كورونا هي وضعتها حسب تقديراتي وحسب دولة إيرلندا قالت بأن المنظمة الماسونية هو المنظمة الحركة لاري لاري رائيلية التي تمجد أن الإنسان يمكن استنساقه يعني تلك الحركة الرائيلية والحركة الماسونية يعني بعد إسقاط الكنيسة نعم أخ زكريا أخ زكريا أنا يعني اللي تكلمته أنت يعني فعلا ربنا يباركك وعاوز أقول أنه مشاركتك ومدخلتك وصلت وربنا يباركك وأنا يعني بحبك كتير وانت دايما في محبته وفكره وصلواتي أخ زكريا من المغرب هو الأخ زكريا على فكرة بيتكلم عن اختبار بس أنا عاوز أعيد إصاغة بعض الأفكار اللي اللي تكلمها أخوي زكريا الأخ زكريا تكلم عن هذا التباعد طبعا وبسبب العدوى وبسبب يعني القوانين وإحنا إحنا مجتمع نتبع قوانين سواء أنت ساكن في أي بلد إحنا يعني سواء في كندا ولا في مصر ولا في المغرب في قوانين الحكومة السلطة بتحطها على الجميع بغض النظر أنت مثل المسيحي من خلفية غير خلفية هذا قانون على الكل بس أنا أنا فاهم عليك أنه من ناحية روحية صارت مشكلة خطيرة طبعا يعني في بالكنيسة في ممارسات المعمودية وكسر الخبز يعني بطل كسر الخبز لأنه لازم تكون متباعد اجتماعي وذكر عن قبلة السلام أو المحبة لأن الكنيسة هي عيلة المسيح صرنا أخوة وأخوات على فكرة الكورونا كمان علم البخل يعني صار الناس إذا بدأت تبعث ورد تبعث الوردة عن طريق الإيموجوي يعني الأشكال اللي بتشوفها في الواتس آب إلى آخره بتبعث لك وردة ولا قلب ولا بوسي ولا كله يعني يعني بطلت الأشياء الفعلية اللي بتحرك المشاعر بس طبعا هاي قوانين وإحنا منتبع القوانين والكنيسة طبعا بتخضع للسلطة بحسب كلمة الله وكل الكنيس أغلب الكنيس في العالم كلها كانت خاضعة وتفهمت هذه الموضوع موضوع على الكل ومثل ما ذكرت الوباء هذا ما ميزش لا مسلم ولا مسيح يعني الوباء هذا مش عنصري الناس هي العنصرية الأوباء مش عنصرية لكن احنا نشكر الله هذا ماضي خلاص بدنا نقول انه إسا بلشت تفتح فلما تروع الكنيسة لابد انه ترجع الخدمات المسحية والعبادة المسحية او الزيارات والقبولات والهدايا والورد يكون حقيقة مش بس كبسة زرار زر على الواتس آب وكأنه وكان الله في السر عليم حلت كل مشكلتك واو أنا عم بتطلع على الوقت يعني عم بمر بسرعة طيب خليني أتخطى موضوع يمكن نعمل في حلقة تانية عن بعض المخاطر اللي بتواجهها الكنيسة كنت لازم أتكلم عن سبع مخاطر بس خليني بالختام عاوز يعني أصل لشيء كتير كتير مهم اللي احنا لازم يعني طيب شو بنعمل خلاص الدنيا بلشت تفتح والأمور يعني يعني فهل الكورونا علمتني الكسل والإهمال والخمول وهي أعداء الإيمان على فكرة فأول شيء أحبائي محتاجين لتجديد تجديد عهودنا مع الرب تجديد تجديد العهد وهذا العهد إنه آه إحنا بتعدنا كسرنا نفصلنا لكن يا رب بنعمتك أنا أنت ما أهملتني ولا تركتني تجدد هذا العهد إنه فعلا ترجع للرب يسوع المسيح شيء تاني المحبة ما هو المحبة لازم تلتهب الكتاب قوله تطفئه الروح الرب مش عاوز طفيات في الكنديس وما أكتر الطفيات الكتاب عاوزنا نكون كما قال الرسول بولوس حرين حرين في الروح ملتهبين مشتعلين متأججين بنار الروح القدس في داخلنا حتى فعلا الروح يمجد يسوع المسيح فالمحبة هاي المحبة فلتكن بلا رياء أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة مكتوب عن المحبة وأما المحبة فلا تسقط أبدا الرسول يحنى بيتكلم ويقول يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فخلي هاي المحبة يعني أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا أيضا شو اللي بميز المحبة المسيحية عن أي ديان أخرى عن أي مذهب عن أي شيء في هذا الوجود المحبة وصدقني مش موجودة هاي الطبيعة واللغة والتعبير كله إلا في الكتاب المقدس فاحنا محتاجين نجدد العهد محتاجين هاي المحبة تتجدد ما تكون محبة فاترة ولا تكون محبة باردة ولا تكون محبة يعني رجعية لكن تكون محبة أولى متأججة ملتهبة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا الرب يلهب قلوبنا بمحبته لأن المسيح حكاها بكل صراحة بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فاللي بميز الكنيسة ويرجعنا أحبائي لهال هالمحبة شيء آخر الوحدة بتعرفوا في كل حديثة مع غير المسيحيين دايما بيجيبوا فكرة الانقسامات والأفكار اللي مختلفين عليها خليها تبتدي في القيادات هاي الوحدة طبعا في اختلافات ورح تضل هاي الاختلافات لمجيء ربنا يسوع المسيح لكن احنا واحد حقيقة إن شئت أم أبيت احنا واحد لأن هايه الكنيسة الكنيسة جسد المسيح التي هي جسده مكتوب وإنه المسيح هو الرأس رأس الكنيسة فإذن احنا واحد لأنه الرأس واحد ما فيش أكتر من رأس آه في أدوار في الخدمات المسيحية لكن عنا رأس واحد اللي هو يسوع المسيح والجسد الغير منظور كنيسة الرب الغير منظور اللي بتضم كل المؤمنين على مر العصور والأزمان من كل خلفية من كل شعب من كل أمة من كل لسان فإذن احنا واحد في المسيح شيء تاني احنا واحد لأنه مكتوب اعتمدنا لجسد واحد وصوقينا بالروح الواحد وهي الوحدة هي اللي بتمجد وبتعبر عن محبتنا وعن قوتنا الشيطان بيعمل ضد الوحدة في المزمور 133 مكتوب هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا هناك أمر الرب في البركة خلينا نبتد نشوف نهضة خلينا نبتد نشوف فعلا انتعاش خلينا نشوف شفاء خلينا نشوف بركة خلينا نشوف حضور مجد إلهي يرجع ل كنيسنا ومنابرنا وأنه مجد البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول رح نشوف في هاي الأيام اجتياح روحي في كل أنحاء العالم بقوة الرب يسوع المسيح لأنه إحنا واحد طبعا موضوع طويل نتكلم عنه بس الرب يعطينا إنه النعم شيء آخر الصلاة الصلاة يعني المصحوب بإيمان وبتوبة ولمجد الرب تتكلمش على صلوات كاجتماعات ومؤتمرات وكل اللي نشوفها وتلفزيونات والآخري لا 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 أنا بتكلم عن تزلل عن رجوع عن توبة حقيقية فعلا إنه نصلي نصلي إنه يا رب وكي نتهى الوباء خلينا نرجع مش كيف كنا إحنا دائما منقول نرجع كيف كنا لا لا بدنا نرجع مش كيف كنا ميت ضعف أحسن كيف كنا نرجع بقوة الروح القدس شيء آخر أحبائي نرجع للشهادة لأنه هي الشهادة اللي اللي بتخلي ملكوت الله يتقدم الشهادة هي اللي بتدمر العدو وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم فالشهادة هي اللي بتخلينا نستمر في هذا العالم إنه العالم يعرف يسوع المسيح وأقول في النهاية أحبائي الصلاة اللي هي التوبة والرجوع إلى الرب اسمع وإن أرسلت وباء على شعبي أوكي في آية 13 أخبار الأيام الثاني إصحاح سبعة الآية اللي على طول بعديها مكتوب فإذا تواضع مين مش العالم الشعبي فكأنه ربط مصير العالم بالكنيسة في شعب الرب فإذا تواضع شعبي يعني المنتمي إلى الرب فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهه وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم نعم أحبائي كما يقول توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب خلي الوباء هذا شيء ماضي بدنا ندوس ندعس بنزين ونكمل المسير بنعمة الرب يسوع المسيح والعالم يعرف يسوع والرب يجيب النهضة لحياتنا أولا وينعش بيوتنا وكنايسنا أحبائي وينعش حياتنا ونكون شهادة حية لكل من حولنا والرب باركك